بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصحب الله وسلم المؤذف رحمه الله الاختصاص الاختصاص كنداء دونيا كأيها الفتاة بإذر جونيا وقد ورادا دون أي تلواء كمذي نحن العربة أسخى من بدل الاختصاص خبر كنداء خبر كنداء كما جاء الأمر على صورة الخبر والمطلقات يتلبصن هذا الأمر على صورة الخبر وجاء الخبر على صورة الأمر أكرم بزيد فهو كنداء ويخالف النداء موجوه أولا أنه لا يتي أول كلا وأن المقدم عليه بعضه المقدم عليه بعضه وأنه يخلو من أداة النداء لفظا وتغذيرا وأنه ينصب مع أنه مفرد ورهب أنا أقول لي الاختصاص كنداء دون يا بدون يا كأيها الفتاة بإذر جوني يا أيها منادى مبني على الضم في محل نصر أرجوني أرجوني أيها الفتاة أرجوني فعل فعل مبعول به أي أي مبني على الضم ليس منادن أخطاته أي مبني على الضم في موضع ينصب على الاختصاص والفتاة بدل منه مفعل ضرم مقدرة قال وقد يرال دون أي تلو المنصب على الاختصاص إما أن يكون معظف بأل نحو نحن العرب أقرى الناس للضيف وقد يكون مضافا إلى ما فيه كقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نرث منصوب بأخص وهذا وجه شبهي بالمنادة أن المنادة العامل فيه واجب الحذف وهذا العامل فيه واجب الحذف أظهر لن تطرق بالعرب وقد يكون قد يكون عالما قد يكون عالما نحو نحو قد يكون معظفا بالإضافة نحو نحن بني ضبة أصحاب الجمل ننزل بالموتئ إذا الموتو نزل قالها بني ضبة يوم الجمل وكانوا يدفع عن جمل عائشة حتى قطعتهم سبعون يدا قال نحن بني ضبة أصحاب الجمل نزل يدا وقد يكون عالما وهو قليل فقال بعضهم بنا تأمي من يكشف الضباب قالوا أكثر الحامل عليه إما إما جلأ إزالة إبهام أو فخر أو تواضع فخر نحن العرب أقرى الناس للضيف بيان حكم قول النبي صلى الله نحن مع عاش الأنبياء إلا نورده تواضع أنا لا أفعل هذا أيها الرجل أيها الرجل أيها الرجل أخص أخص الرجل ورده قال السيبوين أكثر الدخول أكثر الدخولي في هذا الباب بنوا فلان وأهل فلان الله أعلم صلى الله عليه وسلم نفسي